السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنشرح كيفية تأسيس الكهرباء بطريقة صحيحة وبمواصفات قياسية وقبل ما نشتغل في التأسيس لازم اول حياة ناخد الشرب بتاعنا زي ما حكينا في السباكة دلوقتي طب هناخد فين الشرب انا مش معايا شرب انا اطلع دلوقتي على السباكة واعلى نقطة في السباكة ااخد الشرب بتاعي وهي البيبة ارتفع عن البيبة حوالي 5 سنطين طب نفترض اني مفيش سباكة في الشقة ومفيش اي نقطة اني ااخد عليها شرب الحل هو اني ااخد من منسوب البلاطة حوالي 15 سنطين وده يعتبر منسوب السراميكة وبعد ما اخدت الشرب بتاعي انا لازم اعرف مكان الانارة ومكان البريز والمفاتيح ده اول حاجة وبعدين احدد لوحة التوزيع وده اللوحة الرئيسية الي حواز زعمينها الخطوط كلها في الغرف وفي الحمامات والمطابخ وبعدين احدد لوحة التوزيع وهي اللوحة الرئيسية اللي حيتركب فيها القواطع واللي حيتم منها توزيع الغرف والمطابخ والحمامات تعالوا ازاي نعرف المنخاصات الصحيحة وحنوزع ازاي لوحة المفاتيح والبراز والانارة دولاكتي معانا لوحة التوزيع الرئيسية حناخدها على ارتفاع 180 سنطين من منسوب السراميك بعدين معانا دولاكتي مفاتيح الانارة وعملينها على مية وعشرين سنطين من فوق السراميك ومعانا منسوب البريز او الفيش برضو حناخدها على ستين سنطين من فوق منسوب السراميك ودولاكتي انا عملت منسوب السراميك وهو اخدت من البلاطة حواري خمستاشر سنطين ومن بعد خمستاشر سنطين انا اعمل المنجلسات الصحيحة زي ما شايفين في الشاشة مية وثمانين سنطين ده ارتفاع اللوحة ومية وعشرين سنطين ده مفاتيح الانارة والبرائز والفيش ده ستين سنطين من فوق السراميك وبعدين انا اخد من لوحة التوزيع كل غرفة ديها خطين يعني اخد خرطومين خرطوم للتكييف وخرطوم للانارة والبرائز وبعدين هندخل الغرف و هنوريكم ازاي الشغل بتاعنا وده الخرطيم الممدودة هنا في نقطة هنا في لوحة خدمات وتعتبر لوحة الخدمات اللي موجودها في الشاشة ده المسؤولة عن انترنكم والنت والخط الارضي والمسؤولة برضو ايضا عن الديش وده الاتفاع بتاعها عن منسوب السراميك حوالي 50 سم وبعدين هندخل الغرفة المسطر وهي الغرفة النوم الرئيسية و هنوريكم كيفية توزيع الانارة والبرائز والفيش وهنا في العربتين مفتاح وحيكون بينهم سرير السرير ده عرضه حوالي 160 سم وحيكون البعد بين العربتين حوالي 2 متر و 20 سم لاني حاخب 30 سم يمين و 30 سم شمال السرير بعدين هنشوف مفتاح التكيف ومفتاح التكيف ده حيكون ارتفاعه متر و 20 سم من فوق السراميكة وفيه فتحة شنيشة عاملها جاية من لوحة الخدمات فيها الخراطين الخراطين ده طلع للمنور ده تغذية الديش والكاميرات وده المنور الرئيسي فيه ناس بتركب كاميرات وفيه ناس لا وده حيات ترجع للمارك نفسه ولازم لما نوزع الخراطين بتكون متساوية ونحاول ما يكونش فيه كسرات في الخراطين عشان السلك يعدي فيها بعض التشطيب وده رحة الخدمات اتكلمنا علىها وهندخل الغرفة بعدها وده غرفة نعيشة وبرضو موجود فيها البلازة على تفاعة ستين سنطة وده سريل سريل اطفال متر وعشرين هناخد متر وعشرين من يمين وشمال تلاتين سنطة وتلاتين سنطة وده خراطين الإنارة اللي موصلة للسكف لان السكف مسدود ايه بعدين هنا فيه صور وده بريزة على ارتفاع ستين سنطة فوق السراميل وده صور برضو عاملين في بلاز ومفاتيح وده خرطني من التغذية بعدين هندخل الغرفة وده بريز على ارتفاع ستين سنطة فوق السراميل وده راحة الخدمات وده الإنارة العائد الشمال ده الإنارة بتاعت التربة وده الغرفة التالتة فيها بريز وده البراز على ارتفاع ستين سنطة من فوق السراميل وده وده تفعل بريز وده الصور بتاع الشجر ايه توزيع البراز هنا على حسب المالك ايه توزيع البراز هنا على حسب المالك وده يعني في كل الجدار حوالي فيه بريز وده الحمام وده توزيع الخرطي وده المطبخ المفاتيح بتاعت المطبخ هنا المفاتيح بتنزل على الرخام حوالي 20 سنطة والرخام بتاعت المطبخ بتكون 90 سنطة فوق السراميك ونحاول انوزع اعلام المفاتيح الانتظام يعني بيكون عارف المقاصات وعارف فين البتياز والغتسالة منفاش احط اعلام مفاتيح ايه انا لازم اعرف مكان الجهاز ونوع الجهاز ايه وده علبة الامارة بتاعت المطبخ برضو على التفاع 120 سنطة فوق السراميك وده علبة الفطورقة ده برضو على 120 فوق السراميك وده علبة بريز على التفاع 60 موجودة في الانتظام وده حمام وبرضو في علبة مفاتيح للحمام على مترو 20 وده الريسيبشن وحنوريكم كيفية توزيع الانارة بالفيش والبراز وده علبة مفاتيح على التفاع مترو 20 وايضا برضو ده علبة براز او فيش ونحاول اني ما نضعش اي علبة مفتاح او براز غير لما نعرف مكان الفرش اول وبحاول اني اسأل المالك ان انت رياح يحطه فين او اعرف الاجيزة والاماكن اللي حيكون فيها استغدال الكهرباء او الفيش وهنا العلب موزعة حسب المالك وهو عاوز ايه وده حية ترجع لهوا وده علب البلاز او الفيش الموجودة فيه وبرضو على التفاحها 60 صنب وزي ما شايفين ها ده علب امارة وده علب مفاتيح ايضا واهم حية المجاسات واني مفيش علبة يعني اعلى من العلبة عشان منظر الجمالي بتاعها وبحاول اني لما اركب علب المفاتيح الماجيك لازم يكون معاي ميزان لاني الميزان ده هيضبط استقامتي العلبة المفتاح بحيس لما يكون في التشطيب ما يكونش فيها علبة ميلة وده نهاية الفيديو وان شاء الله المرة التانية هنشرح كيفية شد الاسلاك في الخراطيم لو انت اول مرة بتشوفنا انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليوصلك كل جديد وما تنساش تعمل لايك للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته